أفشلت قوات الجيش الوطني بمحافظة التعز هجوما شنة ميليشيات الحوثي على مواقع علىها جنوب المحافظة وقال المركز الإعلامي لمحور تاعز أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية أفشلت محاولة تسلل وهجوم لميليشيات الحوثي في منطقة الأحطوب جبل حبشي غرب تاعز أكد المركز أن الهجوم الجديد لميليشيات يأتي في إطار مسلسل خروقاتها اليومية للهدنة الأممية في محافظة تاعز هذا ورصدت قوات الجيش بتاعز ارتكاب ميليشيات الحوثي أكثر من 3000 خرق للهدنة أسفلت عن مقتل وإصابة أكثر من 130 من أفراد الجيش لجانب العشرة من المدنيين أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية على تفجير عقبة الحلحة الاستراتيجية الرابطة بين محافظتي البيضاء وأبيان وقالت مصادر محلياً الميليشيات الانقلابية أغلقت الممر أمام حركة السير بعد نحو أسبوع من إعادة فتحه كما قامت بتفخيخ العقبة الرابطة بين مديريتي لودر ومكيراس وفجرتها في وقت متأخر من مساء الإربعاء